رجعنا لكم بقى في الفقرة الثالثة مشاجبات عادل و علاء الفقرة دي انا فكرت اعمل حاجة فيها وفي الفاصل ان انا قال عجاجة البدلة وشمر بس بصراحة ما كانش فيه وقت الدكتور عادل اولاً هو بيغير عندي قناعات وخليتنا رفع حتى تاني واعرفش ده ميزة ولا عيب بس سبب ان هي بتتكلم في حاجة اجاباية فهيتبقى ميزة هو انا مبسوط ان دكتور عادل بقى من فريق اعمل البرنامج لان انا على المستوى الشخصي فعلاً بديني كمية طاقة اجابية وتفايل غير عادية شكراً دكتور عادل صباح الفل عليك صباح الخير خلي اراحب دكتور عادل مرزوق استشاري التنمية ذاتية والادارية للبرنامج صباح الفل عليك دكتور عادل صباح الأنوار ايه اللي اخبار الحمد للأخبار ماشي امورك هايس؟ تمام ايه موضوع مشاغبات ده؟ لأ مشاغبات دي يعني انا اخلي بالك بص عادت اقول اول مشاغبات ولا مطباط لقيت مشاغبات مشاغبات انا بس اعلم الحاجة للصدر مشاهدين كمان ان احنا على السفحة انا وهو بنقعد نشغل في بعض مشاغبات جد عادية و بنختلف حقيقة بس انا في الخارب بيقمعني اه تمام دكتور عادل احنا لو تفتكر الحلقة اللي فاتكم هم نتكلم عن الوعي والاستمتع بالحياة جميل عايزين أنا المكالمات اللي جات لي والحاجات اللي جات لي على صفحة على صفحة على الفيسبوك محتاجين نتكلم أكتر بالتفصيل أكتر ونوضح أكتر علاقة بين الوعي والاستمتاع بالحياة جميل هي الفكرة ببساطة أن احنا اتفقنا قبل كده في حلقة سابقة أنه كان فيه حاجة اسمها العملة الندرة اللي كلنا كبشر بندور عليه اللي هي السعادة والنجاح ده تكلمنا فيه الحلقة اللي فاتت الفكرة كلها أن أنت أصلا عايش في حياتك لو أنت عايز تستمتع فيها بصورة حقيقية هترجع لطبيعة السلوكيات بتاعتك لأن احنا كلنا بلا استثناء اللي بيحدث في حياتنا نتك سلوكياتنا وبمعنى أدقي كمان نتاق قراراتنا يعني مثلا على سبيل المثال أنا قررت أنفعل قررت أتدايق قررت أتعصب قررت أسيب الشغل قررت أتجوز قررت أنفصل قررت أطلق لا 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 دكتور عزيزين أنا أتصليوا على بس لا أنا ما بقررش لا لا بجد وأنا بقرر أنفعل لا أنا بقرر أنفعل قصبا عندي بحركة لا إيرادية بص ما أنا شغلت لك يا مشاهدات هتشعب يا لا بجأة يعني هنا حال حد بيقرر أنه ينفعل المفاجأة يا راجل نرجع نحسابها مع بعض أي سلوك أنت بتاخده هو عبارة عن قرار أي سلوك يعني أنت مثلا على سبيل المثال دلوقتي حسيت بالعطش تمام فالطبيعي أنك بتاخد قرار أنك تجيب الزيزة الماء وتشرب أنت حسيت بالجوع فاضطريت أنك تاخد قرار أن أنت تاكل الفكرة أن أنت ما بتسمهاش قرار بأن أنت تمسك وراء أو قلم وتجيب مميزات وعيوب وتعمل عملية بلانس وتوازن عشان تاخد القرار هو بقى قرار هلبس النهاردة إيه يعني أنت قبل ما تنزل مثلا ممكن تاخد رأي المدام يعني أنا مثلا بنتي يوميا عندها قرار ثابت كده هلبس إيه بابا يفتل تعدادي وكل يوم بتسألني هلبس إيه بابا تمام وزوجتي كل يوم هنطبخ إيه النهاردة طبعا قرار العائم يعني بتاع كل بيت فالفكرة كلها أن أي قرار ممكن تاخده يعني أنت تاخد قرار نساء عربيتك تاخد يمين ولا تدخل شمال هتتصب بفلان ولا مش هتكلمه طب هو قال لك كلمة فهترد عليه ولا مش هترد بس الفكرة أن فيه قرارات بتاخدها سريعة بدون وعي القرارات اللي بدون وعي دي هي اللي بدخلك في مطبط ومشاكل لأن انت ما عندكش وعي فبالتبعية احنا أصلا هدفنا كله أن احنا نزود وعي الناس وده اللي احنا نتفقين عليه من أول حلقة تمام فالفكرة كلها ببساطة أن أنا أي حاجة بتحصلها في حياتي هي نتجة مجموع قرارات بتترجم في شكل السلوكيات اللي بقى يدك فيه بقى إن ما يسبق هذه السلوكيات هي مشاعر مشاعر وده اللي بيسيطر على القرار يعني قرار السلوك اللي أنا هاخده دلوقتي سواء هنفعل أو مش هنفعل هاخد خطوة قدامها هاخد خطوة وراء هتراجع هلبس ده أو مش هلبس ده بيسيطر عليها مشاعر طب ما تيجي معلش خلينا ناخد كده مثال عملي جميل لو تلاحظ من أول حالة قولت إيه أنا دايما بيحاول أربط المتجالب اللي بيجامل عني جميل جدا أنا مثلا سي على سبيل المثالة النهاردة طب هقولك السلسلة الأول بديك مسالة لي مش هسترسل ماشي يبقى إذن حتفقنا إن فيه سلوك وقابليه مشاعر السلوك ده عبارة عن قرار أنا باخده ولكن بيسيطر على هذه السلوك مشاعر دايماً أنت ما بتخدش أي قرار في حياتك أو أي سلوك في حياتك غير ما أسبقه مشاعر حلو يعني مثلاً أنت بتحب المثال على سبيل المثال عندنا أب ومتدايق إن ابنه جاب ناتيكة مش كويس تمام هل الأب هيدرب ابنه إحنا طبعاً مش بنقيدة ضرب هيدرب ابنه وبعد كده يتعصب ولا هو الدايق الأول فضربه يعني إيه اللي يسبق إيه لا ممكن بتختلف من شخص الآخر لا الشعور ممكن واحد ممكن واحد يبقى سريع اللي ينفعل فيه وضرب ابنه الأول يعني أنا في حالة هدوء تام وبعدين أقوم ضربه فانفعل ولا أنا رايح له أصلاً وبرفع إيدي وأنا متدايق صح يبقى المفروض إن الشعور يسبق حتى لو فرضاً إن السلوك جيه سريع مهما إن كان سرعاته لازم يسبقه شعور تمام إنت مفيش حد يخبط لك العربية وتنزل تمشي كده بهدوء وتقوم ماسكو وتقوم تديل وفش بقى تنفعل لا إنت رايح متدايق بترزع بها بالعربية إنت عملت كده إزاي؟ إنت إزاي بتصرف معي بطرقة دي؟ فالشعور دائماً يسبق السلوك الله عليك جميل؟ الله عليك تسلمني عارف مين المصطلة بتاع الله عليك ده؟ الله عليك تعكد الله عليك الله عليك لا أطوى مني المرفض جميل الشعور ده بقى مشكلته إن يسبقه أفكار حلو لإن أنا ما باخدش أي شعور أو بيحصل أي مشاعر غلما بيكون في فكرة الأول مسيطرة علي ابني جاب نتيجة وحشة جميل نكون نديا فكرة أيوة الفكرة دي راحت لشعور شعور الغضب والديقة فأنترحل السلوك اللي أنا ضربته حلو تمام إذن الضرب ده سلوك ده سلوك ده إحنا قلنا المرة اللي فات إن السلوك إما بالقول أو بالفعل يعني تاخد أكشن فعل أو مجرد كلام طبعاً أنا محملش كده مع أولادي جميل ده ممتاز ولا أنا برضا جميل فالفكرة كلها ببساطة إن دايماً فيه قلنا سلوك ويسبق السلوك شعور شعور ويسبق شعور أفكار أفكار تمام جميل مشكلة هذه الفكرة بقى إن لو وصلت لقناعة دي الأزمة إن بقت قناعة مترصخة في ذهنك فأوتوماتيك أي حدث هتمر بيه في حياتك هيمر الأول على قناعتك السبتة فبناء عليه يجي لك الشعور السلبي وبناء عليه تاخد السلوك السلبي بمعنى بمعنى هي القناعة إلي تبقى هابت يعني أصدح ريك تبقى حاجة بقى خلاص روتين جميل لإنك الفكرة تبنتها الأول مرة إن مثلا على سبيل المثال إن الأولاد ما بيجوش إلا بالضرب أصبحت قناعة فعمل على بطال فكل ما يحدث حدث يستدعي منك ردد فعل تمر على القناعة اللي يعني الأولاد ما بيجوش غير بالضرب فبالتبعية يترجم عندك شعور الغضب فبالتبعية تضرب إبنك فالفكرة كلها الأزمة هنا إن أنا المفروض ما أغيرش السلوك ولا أغير المشاعر إن أنا المفروض إن أنا أغير القناعة الله عليك فالفكرة كلها إن أنا همسك القناعات بدل معه ده غير أعدل في السلوك ودي بالمناسبة دي اللي قائم عليها علم كبير جدا وهو تم اعترافه في منظمة الصحة العالمية كعلاج هو العلاج المعرفي السلوكي العلاج المعرفي السلوكي هو قائم على تغيير القناعات والأفكار ودي بقى طبعا عايزة حلقة منفصلة عشان نتكلم فيها إزاي بقى أمسك الأفكار دي اللي بتترجم القناعات وتحكم فيها أسهل من أننا تحكم في المشاعر والسلوك يعني إذن قبل القناعة في فكرة؟ في فكرة آه يعني إذن الفكرة بتتحول لقناعة جميل لا ده كمان ده هو فيه ثلاث مستويات في موضوع الأفكار ده أول مستوى أو أصعب مستوى هو مستوى القناعات القناعات ده ممكن يترجم لقناعة ممكن يترجم لمعتقد انت بقى عندك معتقد أن فيه إله انت عندك معتقد أن فيه عبادة معينة لازم تعملها بقى فيه معتقد زي القناعات مثلاً اللي انت حابب تنكشني فيها بس مش حلقتها المرة دي موضوع الحسد أن في بعض الناس عندها قناعة بأن أنا محسود فالعربية تخبط يبقى أنا محسود لا 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 ما تكرمتش موضوع الحسد آه ده مش هيتكرم لا 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 ده خلينا كده أنا بقى أزباط لك فيه حاجات أصدر مش هنتكلم على الحسد النهار جميل فإذن القناعات ببساطة خالص هي ممكن تترجم في صورة معتقدات ممكن تترجم في صورة أراء ووجهات نظر يعني عندي رأي عن حزب عندي رأي عن فئة عندي رأي عن طائفة الشباب كله متهور آه الناس الكبار دول دماغهم مقفون آه واتفر خلاص الترجم بقى توجهة نظر ورأي أو الترجمت لمعتقدات زي ما قلنا أو الترجمت لقناعات أو الترجمت لمبادئ وقيم بقى عندك مبدأ وقيمة تمام المشكلة بقى إن ممكن يكون الكور بتاع الفكرة أو أصل الفكرة الأسانس بتاع الموضوع هو غلط فاتبنى عليه معتقد غلط أو تبنى عليه قناعة خطأ وده اللي ودنا مثلا في المعتقدات لمذاهب إن الموضوع بادئ بفكرة ممكن تكون خطأة تم تدولها فتبنتها فأصبحت معتقد أو قناعة أو فكرة أو رأي وأزمة المشكلة دي إن دايما القناعات العقل اللي هو واعي بتاعي لما بيطلع قناعة على السطح بيتيجي المشاعر والسلوك أوتوماتي إذن الفكرة هي الأساس الكور هو الفكرة بقى طب عايز أقولك الحاجة تما بيكون في بعض الأفكار إيجابية ويتبحها قناعات إيجابية وفي أفكار سلبية وبيتبحها قناعات سلبية عايزيني نعرف إزاي في السريع كده إزاي نتعامل مع قناعات الإيجابية وقناعات السلبية جميع أو الفكرة الإيجابية والفكرة السلبية هي الفكرة عشان دايما أقولك إزاي تعمل إيه بس تقولي ده في ثلاث دقايق أوكي ما بيش مشكلة مش هوعدك أني أتقال الحلقة دي تمام؟ هقول ليه دلوقتي الفكرة إن عشان أقولك تعمل إيه لازم تعرف الدينماكية بتاعت الموضوع تمشي إزاي تمام فأنا دلوقتي أقولنا عمدنا القناعات والأصل القناعات أفكار تمام تمام الأفكار دي ممكن تبقى جاية نتاج معلومات يعني جاية لمعلومة تمام أو أحداث أحداث بتحصلوا في حياتي فكونت لدي فكرة فالفكرة راحت لقناعة أو خواطر تمام خاطر خطر في بالي فالفكرة كلها إن الأفكار دي مجرد الخطرة أو الحدث لو جيت ترجم لقناعة بيتترجم إزاي؟ بيتترجم عن طريق حاجتين الحاجة الأولانية التكرار يعني أنت قاعد تتأكد على نفسك فكرة معينة فكرة معينة ولذلك الأطفال دايماً لما بنأكد عليهم الجملة أو بنأكد عليهم المعنى أو بنأكده له بتثبت في إيه؟ في ظلم تمام المشكلة التانية بقى إنك تستقبلها بمشاعر يعني أنت مش بتتكرر عليك بس لأ أنت تدعمها بإحساس يعني تقولها وإنت تحسس بها قوي فيقولك أنا محدش حسس به أنا مخنوق أنا كل اللي حواليها متهدني أنا دايماً بقابل للناس اللي ما بيحبونيش يعني هو خلاص بيقولها بمشاعر وأحسيس فلما يقولها بمشاعر وأحسيس ويفضل يكررها كتير تنتقل من فكرة لقناعة هي هنا الأزمة فأنا بعرفه هي بتتحول إزاي عشان إحنا هنيجي بقى في النص هنا ما بين الفكرة والقناعة في التحويلة نتكلم بقى نعمل إيه عشان أعرف أمسك وقفش القناعات الإيجابية وأتجنب القناعات السلبية أبعد عن الأفكار السلبية ما خلهاش تسيطر على أفكاري ولا عقليتي فبالتبعية تسيطر على المشاعري فبالتبعية ينتج عنها سلوكيات سلبية ولذلك وده اللي هقفل بي الحلقة بتاعت النهاردة كتير قوي بنعافر أن إحنا نغير من سلوكياتنا الشخصية بس ترى ما تلاكش تقفل أوكي خلاص أنت أحد قال لك أنك تقفل لا ما أنا ما قلتش أنه أنت حاجب بص دلاتي عاربة تشغل موزيعة كمان جميع خلاص أنا هنسحب أنا بسلمني أقصد أقفل بحوار يعني أقفل بكلامي يلا لا بقى لأن إحنا عايزين نقفل الحلقة خلصت طيب ببساطة خلص لو رحت الشخص عايز تغير له سلوكه وهو متعصب فقلت له طب ما تهدى شوية لا ممكن يترفز أكتر الله عليك هيدربك بقى هيتعصب عليك هياخد أكشن صعب لك ليه؟ لأنك حاولت تتغير السلوك السلوك ما هو إلا نتيجة وليس سبب السلوك نتيجة لمشاعر والمشاعر نتيجة لقناعات والقناعات نتيجة لأفكار ولمطلوب مننا إحنا بعد كده نتعلم إزاي نتعامل مع أفكارنا كانت إيجابية أو سلوية أقول لك على حاجة الترمية البشرية علم مهم جدا أنا بقيت مقتنع به كويس جدا وكل الناس لازم تدرسه بس أهم حاجة الدراسة دي برضو يطبقها في الجانب العملي هفكرني أسألك الحلقة اللي جاية هزعرف الدكتور عادي للمرزوه قبل ما يدرس الترمية البشرية كان عاملي إزاي وبعد ما يدرس الترمية البشرية عاملي إزاي أقول لك على حاجة لا إحنا ناخد تليفون المدام ونتصب للبنامج على هوا والإسألة الحلقة خلصت النهاردة بسرعة شأناء شأناء أي حلقة برنامج صحياتك صروتك في الفترة الأشرانية لأن بخاراتنا كتير وبالنسبة إحنا نفكر برنامج تعني بعد كده ساعتين دكتور عادي المرزوه الاستشاري الترمية ذاتية والإدارية أنا بشكرك جدا 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 أنا اللي بشكرك وبالتبعية السادة المشاهدين ونازل مش عايزين نقفل يقول له لا يكمل يكمل بس إحنا لازل نقفل وعلى الأسبوع اللي جاي قبل ساعة من دلوقتي وبرنامج صحياتك صروتك بس الدكتور عادي المرزوه مع الاسفشي ده هيبقى بعد 15 يوم وحاجة على التنمية المشارية أشوفكم على خير الأسبوع الجاي شكرا